السلام عليكم والبنات كنرحب بكم على قناتي قناة أسرى الأنت الوصفة ديال اليومة وصفة بسيطة وسهلة وفيها مكوينين فقط المكون الأول اللي هو التوم اللي كيتواجد في جميع البيوت والمكوين الثاني هو زيت الحلبة اللي قدر كون عندنا في البيت أو لما كانش نمشي ونشريوه هنا عند العطاء بالنسبة لهاد الوصفة كتساعد على تسمين مؤخرة والأرداف بطريقة سريعة وأيضا في مدة قصيرة يعني أنه في الأسبوعين الأولين كنشوفوا الزيادة ديال المؤخرة ديالنا بالنسبة لتوم عندنا نوعين من التوم كينتوم الأبيض ثم توم الأحمر من الأحسن أننا نستعمل التوم الأحمر لأنه كيعطي مفعول جيد أحسن من التوم الأبيض إلا ما كناش بطبيعة الحال كيتواجد عندنا التوم الأحمر يمكننا أنستعمله الأبيض بالنسبة لطريقة ديال استعمال دياله هي أنه كنأخذ التومة كنديروها في شيء مسمار ديال الشواء أو الخشب كنخشيوها في التومة وكنديروها فوق العافية حتى تتحرق لها هذه القشرة الحمرة من بعد ما وضعنا التومة في عود من الخشب كما كتشوفوا كنبدأوا نشوي فيها حتى تتحرق لنا لديك الجلدة ديالها كاملة من بعد ما شوطنا التومة ديالنا الحمرة سوف يدناليها القشرة ديالها كتكون سهلة باش تزول كنزيدو عليها واحد ثلاثة دلقطرات تقريبا ديال الزيت الحلبة وكندهنوها مزيان ومن ثم ما كنستعملوها كنصيحة بالنسبة لني سأليك يستعملوا تحميل وخصوصا تحميل بيوميد من الأحسن أنكم تستعملوا هاد تحميلة ديال التومة قبل وضع التحميل لأنها سوف تنفعكم بزاف وتعطيكم نتيجة جيدة لأن هذا الدور ديال هاد تحميلة ديال التومة كتسخن الدات ولا كتسخن الجسم ديالنا لذلك من الأحسن أننا من بعد ما نستعملوها تغطوهم بزيان وما نحاولوش أننا نمشيو والمرحاض بكثرة كتمنى استعملو هاد الوصفة وكن ضمن لكم أنها سوف تنفعكم بزاف وغادي تحصلوا على النتيجة اللي بغيتو في أقرب وقت ما تنسوش شاركو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وصديقات ديالكم ثم ديروا لي لايك وليما زل ما تابونت فلاشين تابون لات ولي عندها شيء استفسار تحطو لي في الكومنتر وشكرا